السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايك يا شباب عامليني واهلا بكم في حلقة جديدة من محاكم عرض العربيات. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة وكالعادة. ما تنسوش تبدأ لاخواتنا فلسطين وربنا يخفف عنهم. وتصلى عن النبي عليها افضل الصلاة والسلام. وتنزل حلقة. انت حط لي بقى اللايك الجميل بتاعك. عايزين نوصل الفيديو ده لا اكبر عدد من اللايكات. ويشترك في القناة لو انت مش مشترك. وفعل زرار الجرس. ويلا بينا. طب جماعة ختمنا الحلقة اللي فاتت ومعنا العروسة الجميلة دي اغلى عربية موجودة في السوق. وللاسف هنروح نبيحها دلوقتي. لان زي ما انتم شايفين معناش فلوس خالص. فيلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله رحمة راحي. لانا ما استغربوا اول مرجعة لقيت العربية بالمنظر ده. اتوقع مروان حاب يجرب العربية. المهم خلونا ناخد العربية بتاعتنا. ونتحرك بيها على المعرض على طول لاننا جعان وعايز اخسل كمان العربية ومعايا سبعة وتلاتين دولار بس. هيعملوا ايه ولا ايه? فهنتحرك من الطريق ده. وخلاص قربنا من المعرض بتاعنا. وممكن نروح الموقف نعد عليه. ناخد منه فلوس. لان ممكن نحتاجها. نشتري بها اكل. نعمل بها اي حاجة يعني. نشوف كده الموقف ده عمل لنا كام. سواني. العربية اللي دخلها الموقف دي. اول مرة شوفها. في عربية لمبورجيني هنا في المدينة على فكرة يا جماعة. ما بلقهاش ابدا في سوق المستعمل. مع انها موجودة هنا في المدينة هيت. المهم خلونا نسحب الفلوس. عملت كما معلم ستلاف وتمانين دولار. مبلغ كويس جدا. وناخد بقى العربية بتاعتنا. نروح على طول على المخسلة. عشان نبتدي نخسلها وننظفها كده على الاخر. هندخل بقى على المخسلة لجنب والنهاردة بفكر يا جماعة ان انا اشتري مخسلة العربيات. كدخل اضافي ليه هنا كمان. طيب نوقف المطور. وبعد اذنك عايز يخسل العربية. وما لسه ما نفتحهش ولا ايه. سواني كده نرجع العربية سنة بسيطة الورا. دلوقتي هنقفل المطور ونبتدي نخسل العربية بتلاتين دولار. طيب العربية اتغسلت. وبقت بتبرق ما شاء الله. نتحرك بيها بقى على المعرض بتاعنا علشان نبتدي نباحها. طبعا العربية دي صرفنا عليها كتير جدا. حطينا فيها كل فلوسنا اللي كانت معاها المرة اللي فاتت. انا هتتسعر بكم? طبعا احنا عندنا مهمة طالب مني فيها ان انا بيع مية وخمسين عربية. وبعنا لحد دلوقتي حوالي تمانية وعشرين او تاتة وعشرين. تعالوا بقى نشوف العربية دي كلفتنا كام? احنا اشتريناها بمية وتمانين او مية وتسعين وصرفنا عليها مبلغ محترم جدا في الصيانة. المهم ان تكلفتها كلية امتين تمانية وعشرين الف. يعني العربية دي المفروض تتباع بخمسمائة الف دولار. لأ للاسف المبلغ كبير قوي. طيب هنباحها مسلا بربعمية الف دولار ماشي? نزلت مية الف او. هتجيب ربعمية الف دولار يا جماعة. طيب ربعمية وتلاتين الف? اتوقع ان المبلغ ده ممكن تجيبه برضو. تعالوا بقى نستقبل الزبون اللي هيجي يشتريها. المفروض الزبون اللي هيجي يشتريها اغنى واحد هنا في المدينة. هل يا طارى فعلا هتتباع بالسعر ده? هيبقى معنا صراحة مبلغ كويس جدا 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 جدا. انا نلاحظ ان مفيش ولا زبون جا عبرنا للاسف. الحكاية نحطت مبلغ كبير صح? مع ان مش خسارة في العربية دي والله. العربية متعدلة وما هتطلقى نايترو حتى ما استخدمتش نايترو اللي فيها. هتوقع يا جماعة مفيش زبون هيجي على السعر ده. تعالوا نقللها لربعمية وعشرين الف. مش هتفرق يعني على عشرة الاف دولار. هنحط سعر العربية ربعمية وعشرين الف دولار. وقال لي ان السعر غالي. مش عارف اللي حصل. طيب ربعمية وعشرة الف. طيب تلتمائة وتمانين الف. بقى سعر الى حد ما عالي. طيب تلتمائة وسبعين الف. عشان كده مش راضي يجي لها زبون على السعر اللي انا حطيته ربعمية وتلاتين الف. طيب نزلنا فيها كتير للأسف. بقى سعرها دلوقتي تلتمائة وسبعين الف. يا طرق بقى هيجي لنا زبون يشتريها على المبلغ ده. انا خايفة اخش عدل السعر التاني. سعرها يقل عن كده. يعني ممكن تتبع بمتين الف في الاخر. يبقى اخسرنا جامد. طيب نستنى كده ان شاء الله يجي لنا زبون حالا. وعلى فكرة نجعان. معيش اي اكل? لأ للأسف معيش اي اكل. تعالوا كده نتحرك بسرعة على السوبر ماركت نشتري اي وجبة. اعتقد يعني ان انا هشتري الستيك احسن. لانه بيزودنا في خمسة وتلاتين. هشتري كم واحدة كده. وعلى طول ناكل قطعة ستيك. ونرجع بقى تاني للمعرض. جالنا زبون هوت. تعالوا تفضل بشا. نورتنا والله. اغل نزبون في المدينة هنا. نورتنا بشا. عايز تشتري على كام? تلتمية وتسعة الف. تنزلت كتير ليه كده? واحنا اصلا اشترينا العربية دي بمية تلاتة وتسعين الف. ودفعنا فيها تمانية وسبعين الف. يعني حوالي متان وستين الف او متان وسبعين الف. نعرض عليه السيارة تاني كده? تلتمية وستين الف. يمكن يوافق. ده موافق على تلتمية وستين الف. ماشي نباحها مفيش مشكلة. وبقى معانا دلوقتي تلتمية خمسة وستين الف تلتمية سبعة وتلاتين دولار. زبون بيقول لي ان العربية احسن من ما انا كنت متوقع. ما طبعا يا باشا ده انا مروأ العربية على الاخر. بالساعة دلوقتي عشرين. وطبعا سوق المستعمل افل. خلونا نتحرك على البيت بتاعنا علشان ننام ونصحى الصبح. نروح نشوف عربية تانية بورش. لان زي ما انتم شافين مكسبنا فيها حلو جدا. دخلنا في مئة الف مكسب. وصباح الخير ويوم جديد. وخلونا ناخد تاكسي ونتحرك على سوق المستعمل. نشوف لنا بقى عربية كويسة كده. يا رب يكون في بورش النهاردة. يا رب انا كده كده معي مبلغ كويس جدا. اقدر اشتري كمان عربية. طيب سوق المستعمل فتح. تعالوا بقى نبص على العربات اللي موجودة عندنا هنا. مفيش عربية بورش. ده العربات النهاردة كلها تعبينة خالص. طب مفيش عربية غالية شوية. عندنا بي ام. واللسكودة كمان مش موجودة. حلوة اللسكودة مش موجودة دي. طيب نشتري البي ام دي. اعتقد ان هي اغلى واحدة موجودة النهاردة في السوق. بتبيع بكما باشا. بستة وعشرين الف ماشية خمسة وتسعين الف كيلو اوتوماتيك. وسنة الصنع الفين وخمستاشر. وعلى فكرة دلوقتي بقيت اقدر اشوف تفاصيل العربية. اسأله عن تفاصيل العربية. العربية يا جماعة حالتها كويسة جدا جدا جدا. يعني مش محتاجة سيانة. دي اول مرة تحصل. ان انا اخد عربية من زبون حالتها كويسة كده. نقدر نفاصل معاها. آآ ننزل مسلا. الف دولار. خمسة وعشرين الف. بيقول لها انا ممكن اوافق لو عاليت السعر شوية. تنزلي عشان خطري. الخمسمائة اربعة وربعين دولار دولة. معني مش فرق معايا قوي. بس دينا بنجرب. موافق والله. اشتريناها بستة وعشرين الف دولار. واتعالوا بقى ناخد العربية. ايه ده? سواني. الزبون دحك علي على فكرة. العربية متدمجة. عشان كده لازم نطور المهارة على الاخر. طيب هناخد العربية بتاعتنا ونتحرك بيها على مركز السيانة. ونشوف هتتكلف كام. ربنا اصطق. يعني دلوقتي الزبون قال لي ان العربية نضيفة. نصب علي من الاخر. طيب هندخل عند مركز السيانة. عشان نشوف بقى العربية دي. تكلفتها كام. نوقف العربية هنا. ونكلم الراجل ده. سماع عليكم ازا كباشا. هتاخدوا كام بقى في سيانة العربية دي اربعة تلاف وستة دولار. يعني كده الزبون دحك علي حرفية. اول مرة يتنصب علي هنا. طيب ندفع حق السيانة دي كلها. واتوقع مش هنعدل حاجة في العربية ناخدها كده زي ما هي. ونتحرك بيها على المعرض بتاعنا علشان نبتدي نباعها. هنرجع بس واحدة واحدة من هنا. وعلى طول هنمشي من الشارع ده. وبالمرة نعد على الموقف بتاعنا نسحب برضو الفلوس. وممكن نطور فيه شوية. وصلنا للموقف. كان فيه حد قال لي في الكومنتات ان انت ممكن تخش الموقف بتاعك بالعربية. معقولة العربية تخبطت يا معلي. تعال انت بقى ادفع حق السيانة بتاعة العربية دي. طيب هنوقف العربية بتاعتنا هنا. وتعالوا بقى نسحب الفلوس الفين خمسة وتسعين دولار. كسبنا لحد دلوقتي من الموقف ده سبعتشار الف متين خمسة وخمسين دولار. نطور الموظف اللي وقف على البوابة ده. نطوره للمستوى الرابع. ونطور كمان الامن بتاع الموقف بسبعة تلاف دولار. لسه في تطويره له كمان. احنا وصلنا للمستوى الخامس. نطورها بالمرة بتاعة تلاف وخمسمية ماشي. وكده طورنا الموقف بتاعنا كله ماكس. يعني بعد كده هنشوف الفلوس حلوة ان شاء الله. طيب ناخد بقى عربيتنا ونوديها للمخسلة عشان ننظفها وبعد كده نباعها. مش عارف المخسلة دي مش شغالة كويس ليس الصراحة يعني. المفروض لازم استنى يقول لي اقفل المطور. لانا هنفخ الزبون اللدان العربية دي. دحك علي. وانا بحبش حد ينصب علي الصراحة. طيب نقدر دلوقتي نخسل العربية بتاعتنا. طبعا المخسلة بتاخد مني تلاتين دولار بس. وعلى فكرة البنزين في العربية سبعة تشرف في المية. ممكن نحط كمان بنزين بالمرة يعني. طيب العربية اتغسلت. وتعالوا بقى. ندخل بالعربية. عند البنزينة هنا. نحط بالمرة. بنزين. البنزين النهاردة تمن ورخيص جدا. دولار مية واحداشر سنت. وهندفع اتنين وتسعين دولار بس. نفول العربية. وعلى طول ناخد عربيتنا. ونتحرك بيها بقى على المعرض. واحدة ده بقى عشان ما نغبطهاش. وانا ملاحز ان العربية لما تخبطت ما تأثرتش قوي يعني. نحطها هنا في المكان ده. تفتكروا العربية دي هتجيد كام. احنا اشتريناها بستة عشر الف. تكلفت بالصيانة واحد وتاتين الف. اتوقع هتتبع بتمانين الف. للاسف لأ. تب سبعين الف. سبعين الف لأ برضو. تب خمسين الف. كده برضو السعر لحد ما عالي. تب تمانية واربعين الف مسلا. هي هتجيب المبلغ ده. يعني كزبانين فيها حوالي سبعتشر الف دولار. نستنى بقى اي زبون. العربية حالتها كويسة جدا. زي ما انتم شايفين عروسة باسم الله ما شاء الله. يا رب بس الزبون اللي يجي يقدر العربية دي. في زبونة وصلتها هي منورانا والله منورانا. حظك النهاردة عندنا عربية بسم الله ما شاء الله ما فاش غلطة. هتشتري على كام? اربعة واربعين الف. لأ نارض عليها سعر تاني. هنقول لها مسلا سبعة واربعين الف. وفقت. سبعة واربعين الف دولار. بقى معنا دلوقتي تلتمية ستة وخمسين الف دولار. والست بتشكر فينا الحمد لله. وبترشح المعرض بتاعنا لاي حد عايز يشتري عربية. تعالوا بقى نتحرك كده للمخسلة ونشوف تمانها كام? المفروض ان مخسلة العربيات موجودة هنا في المكان ده. وصاحب هواقف بيدلل عليها بقى له سنة عايز يبيحها. مفيش حد راضي يشتريها فانا في الاخر هشتريها منه. تعالوا بقى مفاصل معا كده? بخمسة وخمسين الف. وللاسف مقدرش افاصل معا. طيب يا باشا هشتريها منك مفيش مشكلة. اشترينا مخسلة العربيات. تعالوا بقى نتفرج عليها مع بعض. اقدر اخش بقى المخسلة عادي بقى. المفروض مكاني يعني اقدر اخش زي ما انا عايز. مش زي الموقف كده مش عارف اخش جوه. واتوقع كمان ان انا اقدر اخس العربيات بتاعتي هنا. هنجرب اكيد دلوقتي. طيب تعالوا نأجر موظف يوقف على المخسلة دي. هنأجر موظف يوقف على البوابة بتاعت المخسلة بالف وخمسمائة دولار. وعندنا اكتر من تطويرة هنا في المخسلة. اول حاجة تطوير الموظف. تاني حاجة الجودة بتاعت الغسيل. تالت حاجة سرعة الغسيل. ورابح حاجة مكنة جديدة للغسيل. عشر تلاف. وتطوير سرعة الغسيل بالف دولار. ممكن نطورها دي. المستوى الاولاني. ونطور كمان جودة الغسيل بالفين وخمسمائة دولار. ونعلي طبعا السعر على الاخر. ونفتح بقى المخسلة دي. ونشوف هيجي لنا زبون دلوقتي ولا لا. مفروض ان الاكل عندي دلوقتي ستة واربعين. ربنا هوسطر. احنا معنا ستيك معنا ستيك. ممكن ناكل قطعة ستيك. عايز اشوف بس اي زبون داخل هنا يخسل العربية. وانا عاليت السعر اوي صح? ده الموظف طبعا اللي وقف على البوابة بتاعة المخسلة. انا ملاحز ان ما فيش اي زبون عبرنا لحد الان. طيب ناخد تاكسي كده ونتحرك على البيت بتاعنا. ونبقى نرجع للمخسلة دي. في نفس الوقت عايز اروح لسوق المستعمل عشان نشتري عربية. نتجرب فيها المخسلة الجديدة. طيب هلنا ما قد ايه? حوالي ست ساعات بتاع تمن ساعات عشان نقوم بالزبط على معاد فتح سوق المستعمل. كل مرة الصوت الالعاب النارية ده بيحصل وانا معيش عربية عشان اتحرك له يعني. زي ما يكون في احتفال او حاجة وانا مش فاهم ايه اللي بيحصل اصلا. طيب تعالوا نتحرك على رجلينا كده. كده كده ممكن نبقى ناخد تاكسي عادي جدا يعني. ونشوف ايه اللي بيحصل بقى في المنطقة دي. احتفلوا بايه يعني? فيه بيت هنا مهجور ولا ده ما واقف عربية قديمة ولا ايه بالزبط? دي مخسلة مهجورة. مخسلة عربيات. لا الاحتفال ده وارا الجبل على فكرة. هي واحدة بتتجاوز وارا الجبل ده. معلينة. ناخد بقى تاكسي ونتحرك على سوق المستعمل على طول. يا ربي يكون في عربية برش النهاردة في سوق المستعمل. في اي عربية غالية في عندنا سكودة. وفي عندنا سكودة هنا برضو تاني. وفي عندنا اللي هي الموستنج دي. برضو للأسف مش لاقي عربية برش. مع ان المرة اللي فاتت بعد ما اشترينا البرش ودخلنا سوق المستعمل تاني يوم لقينا برش تانية. لكن دلوقتي بما انها مش معي فللأسف مش هلاقيها بالسكولة. تعالوا بقى نبص على العربات اللي عندنا دي كلها انا هشتري دلوقتي عربية سكودة او ممكن نشتري العربية دي. دي تمانها تمانية وتتاتين الف. وعندنا طبعا اكتر من عربية نبص عليهم كلهم. عندنا vergessen ل انا ستة وتتاتين الف ونبص على العربية دي مسلا. دي اللي هي السكودة بتسعة واربعين الف. هنشتري الغالية طبعا يا جماعة. عشان نكسب اكتر على طول. عندنا كمان العربية دي. تمانها كام تمانية واربعين الف. وفي كمان العربية دي. تمانها ستة واربعين الف. ماشي ماتمن واربعين الف كيلو اوتوماتيك. نسأل بعض ازبنا على حل στη العربية كده. طبعا اكيد هتنصب عليه. بتقول ان البيبان والاقصدام الخلفي والشنطة فيهم مشكلة بس في الدهناء ممكن نجيب خبير بمتين وخمسين دولار نجرب كده احنا عمرنا ما طلبنا من خبير يجي بصنا على العربية بقول لي تحذير لو انت جدت الخبير وطلع كلام الزبون صح انت اللي هتدفع حق الخبير ده لهم المتين وخمسين دولار مبلغ بسيط يعني نشوف الخبير ده هيعمل اي في العربية اتوقع ده المكان اللي احنا دخلناه المرة اللي فاتت وسألتكم قلتلكم هنستخدمه ازاي يعني الخبير هيبص على العربية هنا هما كده بيشهيكوا على العربية صح فين التقرير بقى عايزة بص على التقرير التقرير مع الموظف ده هاتلي التقرير يا باشا بعد اذنك كلام الزبونة صح يعني معنى كده ان انا هدفع حق الخبير ده اللي هما المتين وخمسين دولار مش مهم نكلم بقى الزبونة هشتريها منك طبعا العربية حلتك كويسة لحد ما يعني ممكن نفصل معها برضه ننزل لخمسة واربعين الف دولار يمكن توافق وفقت على طول نشتريها وناخد بقى العربية بتاعتنا الجميلة دي ونتحرك بيها برضه على مركز السيونة ونشوف هالكلام الزبونة برضه والخبير صح ولا لا سواء نجيب اكل من هنا بالمرة لان ممكن نحتاجه واحنا ماشيين سواء عليكم ازاي كاستيك نشتري كام قطعة كده وناخد بقى عربيتنا الجميلة ونبتدي نتحرك بيها على طول لمركز السيونة مفاش نايترو لأ للاسف مفاش نايترو فضلا باش هكشفلي على العربية دي انا بقيت بصك فيكو الصراحة هنا يعني هتتكلف بقى كام تمنتلاف خمسة واربعين دولار لأ ده المركز ده نصبين على فكرة يعني شوية دهانات هيتكلفه تمنتلاف خمسة واربعين دولار ليه داخل بتاعتها على فكرة سليم ما فياش اي مشكلة الباضي من برة هيحتاج فلوس كدير جدا اربعة تلاف ربعمية واحد وتسعين وعندك الجنود كمان فيها مشكلة تلات تلاف سبعة وتمانين دولار والمطور في مشكلة بسيطة هتتكلف ربعمية سبعة وستين دولار طيب ندفع حق السيانة دي كلها وناخد بقى العربية بتاعتنا ونتحرك بها على مكان التعديل ممكن نلف كده عادي نحط بقى العربية بتاعتنا هنا انا بصراحة عايز اغير لونها لللون الاسود ما جربتش اللون ده هنا خالص يعني نخلي لونها اسود وفيه اللون ده جامد برضو على فكرة اللون النبيت ده نقطة ضعفة الصراحة القلوان دي نخليها باللون الاسود وطبعا هنحط اعلى مجموعة في المطور اللي هي ب18000 وبالمرة كمان نحط ب11000 بس انا مش محتاج ان انا هحط نيترو على فكرة ونغير الاسم على اللوحة هكتب العربية دي باسم محمد اي حد اسم محمد بيجي استلم العربية بتاعته طبعا كده كده مش هنحط نيترو ممكن نحط ده شكله حالو نخليه برضو باللون الاسود عشان يليق مع العربية وندفع الفين دولار ممكن نحط الهودز اللي بتركب على الكبوت هتوقع دي هيكون شكلها حالو نخليها باللون الاسود برضو عشان تليق مع العربية ونحط نحط ده شكله عجيبني الصراحة مع العربية ونحط كمان نيون هنخلي النيون باللون الاحمر يبقى جامد جدا وكده العربية بتاعتنا جاهزها علشان ناخدها على وقع ناخد العروسة الامورة دي بص التعديلات اللي احنا عملناها حاجات بسيطة جدا بس فرقت في شكل العربية وشكل ده مع العربية الهاتشباك كويس برضو زائد النيون لايق جدا مع الستيكر اللي احنا حطنا ده طيب ناخد عربيتنا ونتحرك بها بقى على المعرض ونشوف هتجيب لنا كام بعد التعديلات اللي احنا عملناها فيها دي بص العربية عالطريق باسم الله ما شاء الله حاجة احفا يعني ما شاء الله طيب هنقف هنا برضو بما اننا عدينا عشان ناخد الفلوس والموظف اللي واقف عند الموقف بتاعنا ده قتلي الفلوس يا باشا جمعت كام خمس تلاف متين تتاو خمسية طيب العربية دي عايزة تتغسل يعني اليوم الوحيد اللي قرر فيه اجرب المخسلة بتاعتي الاقي العربية نضيفة مش عايزة تتغسل قالوا كده نروح للمخسلة برضو نشوف جمعت لنا فلوس ولا لا انا اتحرك طبعا بين الشارع ده وخلاص واصلنا للمخسلة بتاعتنا نجرب برضو كده لقى المخسلة شغالة هيت وفي عربية لامبورجين اللي انا احمر سواني كده العربية دي ازاي مش بتتبعها هنا مش عايز تبيع يا باشا هشتري منك على طول دلوقتي غريبة العربية دي مش موجودة في سوء المستعمل طب ليه العربية دي كنا بنشتريها في المعرض القديم عادي جدا يعني سواني كده نشوف المخسلة دي جايبة همها ولا لا جمع لحد دلوقتي تسعمية تسعة وتسعين دولار لأ نقلل السعر شوية جماعة ده رأيي بصراحة يعني لغاية لما نبقى نطورها ننزلها مسلا لاتنين ونفتح تاني بقى المخسلة بتاعتنا وناخد عربيتنا الجميلة دي نتحرك بها على المعرض علشان نبتدي نباحها انا اسف يا محمد بصراحة انا عدلتها ورأ وقتها علشان نباحها على طول يعني مش هتلحق تتهنى بيها انت نحط العربية هنا والله مش عايزة باحها تصدقوا شكلها جامد اوه العربية دي عجباني الصراحة قديني قريت على العربية والظاهر كده محمد مش راضي عني يعني مش عايز نباح العربية طيب ما علينا خلانا نخش كده نشوف تمانها كم العربية دي تكلفت بالصيانة خمسة وخمسين الف وصرفنا عليها تلاتة واربعين الف هنكتب هنا مسلا باستقار يمكن الكلمة دي بتفرق في البيع هنباعها مسلا بمية وخمسين او متين الف ماشي لا مش هتجيب السعر ده مية وسبعين الف برضو مش هتجيب المبلغ ده مية وخمسين الف برضو مش هتجيب المبلغ ده لما لها تتبع بكم بقى في الاخر مية واربعين مية وتلاتين طيب مية وتلاتين الف مية خمسة وتلاتين ولا بلاش طمع مية وتلاتين الف كفاية كده كزبانين فيها حوالي اربعين الف ولا حاجة. واتوقع هيجي لنا زبون حالا. العربية اصلا اي حد يشوفها هتتخطف على طول. طيب اتوقع ان مفيش زبون هيجي لنا دلوقتي. هخش هنام الاول واصحى الصبح وبعد كده نبيع العربية. طيب يا جماعة صحيت وللاسف مفيش زبون راضي ييجي على السعر ده المية وتلاتين الف. فخلونا نخش نغير السعر ده. مش عارف ايه السبب اللي مخلي الزبان مش عايزة تيجي على السعر الاولاي اللي احنا احطينه في العربية دي. هننزلها مسلا لمية وعشرين الف. كده السعر برضو مش مزبوط. النفس اللي حصل في اول عربية كنا بنباح. ده احنا كده نزلنا بالسعر جامد قوي. مية وخمستاشر الف. كده اعتبر هنكسب فيها خمسة وعشر الف. المهم ان احنا ما نخسرش في الاخر وخلاص. في زبون واصل اهوة الحمد لله. تعال اتفضل باشا نورتنا. يا رب بس يشتري على سعر حلو ما اقرفناش وعد يفاصل. نحظك ونصيبك والله يا باشا. لسه كنت بباحة بمية وتلاتين الف ونزلت في السعر خمسة الالف. فضل باشا هتشتري عليك مية وتمانية الف? لا يا باشا. معلش هنباحة بمية واربعتاشر الف. الحمد لله وافق. مفيش زبون بيقصر لي كلمة هنا الحمد لله. طيب نبيع له العربية بمية واربعتاشر الف. معنا دلوقتي تلتمية سبعة وعشرين الف. اتحرك تاني كده بسرعة لسهول مستعمل. يمكن نلاقي النهاردة عربية بورش. طيب وصلنا لسهول مستعمل. دايما العربية البرش بتكون وراها. للأسف برضو مفيش عربية بورش. مفيش عربية عادة لنشتريها الموستنج دي. تمانها كام? تمانية وتتتين الف. طيب اللي وراها على طول ستة تتتين الف. طيب البي ام. تمانها كام? تسعة عشرين الف. مفيش موستنج تاني. هتوقع ما فيش. طيب هنشتري العربية دي. اللي هنا دي. نسأل بقى الزبونة عن حالة العربية. ثواني كده. المفروض ان انا جمعت نقط كتير صح? معي اتنشر نقطة. ممكن نزود نصهم في المهارة بتاعة الخبير. ست نقطة. ونحط ست نقطة في المهارة بتاعة الفصال مع الزباين. كده خلصنا كل النقط اللي معنا. نبتدي بقى نسأل الزبونة دي عن حالة العربية. هي بصراحة قالت ان العربية حالتها زي الزفت. طيب في حاجة هتفتحة جديدة معنا هنا. حاجة اسمها نجربها كده. بيقول ان الزبونة صدقة بنسبة ستاشر في المية. ده شكله كده عايز متين وخمسين دولار. طيب ندفع كده متين وخمسين دولار. نشوف هل فعلا نزبونة صدقة ولا لأ? او شكل الرجل ده هيدبسني تدبيسة سوق ده. ايه ده? العربية راحت فين? سوق العربات قفل. وشي كده. طيب نجيب اكل من عند الست دي. وكبتين ولا حاجة? ونتحرك تاني بسرعة بتاكسي على البيت. طبعا سوق العربات المستعملة بيقفل الساعة تمانية بالليل. طيب ما يحتاجين نمقد دي بقى. ادي اربعة ستة عشرة ولا اتنشر ساعة. عشان نسحة الساعة تمانية الصبح. وصباح الخير ويوم جديد وناخد بقى تاكسي ونتحرك على سوق المستعمل. يا رب النهار ده بقى نلاقي عربية ندرة. في عربية برش? للأسف مفيش. بس في اكتر من عربية. عندنا بي ام البوني دي. هلو نشوف سعرها كام كده خمسة وعشرين الف. لا احنا عايزين نشتري عربية زي دي. ثمانها كام سبعة وتتاتين الف. وفي العربية اللي ورا دي. نفس الست بتاعت انبرح. خمسة وتتاتين الف. طيب الرؤية بتاعت الخبير فين? لازم الاول اطلب من الزبونة ان هي تقول لي حالة العربية. عشان نشوف الخبير رأيه ايه في كلامها. زي ما انتم شايفين العربية دي حلتها تعبنة خالص. وهتتكلف قد كده في الصيانة. نشوف عربية تانية احسن. طيب نشوف العربية دي كده. نفس الست برضو ضغطة تقريبا بتبيع نفس العربية. طيب العربية دي لحد ما حالتها كويسة وتمنها تمانية وتتاتين الف ماشية تمانية وسبعين الف كيلو. طيب في عربية تانية كمان نفس الشكل كده. في عربية كمان اهيت. نشوف دي. نسأل كده الزبونة على حالتها. تمانها سبعة وتتاتين الف وماشية اربعة وربعين الف كيلو. العربية دي حالتها مش قد كده الصراحة. اتوقع ان انا اشتري العربية اللي هناك دي. نطلب بقى رأي الخبير في اللي قالته الزبونة. بيقول لي ان الزبونة صدقة بنسبة خمسة وخمسين في المية. نطلب منه برضه ان هو يكشف لنا على العربية. المفروض دلوقتي بيتشيك على العربية. هيدينا تقرير كامل عنها. العربية اولا انا شايفها. متوسخ جامد. ايه حاجة مغبوطة فيها ولا حاجة? داخل بتاعتها ازا ما انتم شايفين ضاعة خالص. عايزة تروح للمخسلة بسرعة جدا. طيب الخبير خلص كشف. قول لي يا باشا كده سعر العربية. لانها بتجدب للاسف يعني. هنقول لها خمسة وتتاتين الف ولا ممكن نقول لها تتاتين الف. يمكن توافق على السعر ده. بطولة انا مش هعمل خصم للسعر ده. لست الكل ما هلسه العربية محتاجها صيانة قد كده يعني. مش هتدينا عروض تانية. هو فيها ست الكل. ايه الحكاية معايك يعني? انا مش فاهم. مع ان العربية حالتها زي الزفت. وانت كمان كنت بتجدبي. يعني المفروض توفق بالاسعار اللي بقول لك عليها دي. طيب نحول معا مرة كمان. نفصل معاها الستة وتتاتين الف. وده اخر سعر عندي. وهشوف عربية تانية وهشوف زبون تاني. بالاسف الزبونة دي مش عايزة توافق. نفكنا منها بقى. نشوف الزبونة تانية. او زبون تاني. نشوف الزبون ده سبعة وتتاتين الف. العربية اللي ورا دي بكام? خمسة وتتاتين الف. وحالتها بايزة خالص. طيب نسأل الزبون ده عن حالة العربية. نشوف رأيه الخبير برضو. بيقول ان هو شايف ان الزبون ده كذاب. نطلب من الخبير يبص لنا على العربية. بيقول ان الخبير عنده عربية. طب انا عايز نشيل العربية اللي جوه. ما ينفعش نشيل العربية اللي جوه دي يحرقها. مش هتاخد العربية بتاعتك استكل. الزبونة مشيت هاي. الحمد لله. نكلم بقى الراجل ده كده. ونطلب من الخبير يبص لنا على العربية بامتانه وخمسين دولار. ايه ده? ايه حاجة حصلت انا ماخدتش بالي منها. طيب نكشف على العربية يا مساهل الحال يا رب. ان شاء الله تطلع عربية كويسة. والراجل ده صادق يعني. كده كشف على العربية. تقرير بيقول ان كلام الزبون صح. طيب نكلم الزبون صح بالعربية الاول بس انها كل واقبة كده. ونكلم الزبون ونسأله بقى على خصم للعربية دي. هي تعملها سبعة وتعاتين الف وخمسة وستين. بصة باشا. ما تمشيش معاك. اربعة وتعاتين الف. بيقول ستة وتعاتين الف وخمسمية. نزلت خمسمية دولار اه بس. للاسف الزبون بيزهق مني من كتر الفصال كمان يعني. فاحنا هنشتريها بسعرها عادي. العربية حالتها يعني كويسة والزبون للحمد لله ما طلقاش كدب ولا حاجة يعني. ناخد بقى عربيتنا. ونتحرك بيها على مركز الصيانة. نبتدي نصاين الحاجات اللي بايزة فيها. وفي نفس الوقت عايزين ناخدها بقى للمخسلة بتاعتنا. لان زي ما انتم شايفين العربية متوسخة جامد. مش هاخسلها في المخسلة التانية بقى اخسلها في المخسلة بتاعتي نجربها. نشوف هتشتغل مع العربات بتاعتي اصلا ولا لا. طيب وصلنا لمركز الصيانة. مركز الصيانة بقى اللي هيطمننا على العربية دي. فضل اه باشا. بعد اذنك عايز تشيك على العربية. عز اعرف كويسة ولا لا. نقفس المطور. وننزل نكلم الراجل بتاع الصيانة ده. قل اه باشا العربية هتتكلف كم? عشرة تلاف دولار. انا هندحك عليها في العربية دي. ندفع حق الصيانة. مفيش مشكلة. عشان نعرف نباحها بسعر حلو. ناخد بقى العربية بتاعتنا. كده كده مش هعدلها. هناخدها زي ما هي كده. نتحرك بيها على المعرض. انا ممكن امشي بضهري عادي. لأ سواني. هابولي امشي بضهر. نمشي عادي. لا بس العربية دي حلوة برضو مش وحش. بس العربية اللي قبلها كانت اجمد بكتير يعني. بالمرة طالما عدينا على الموقف ننزل تاني ونسحب الفلوس اللي موجودة هنا. ولا انا بصراحة خايف الموظف ده يسرقني في يوم الايام يعني. مصوا اللي خبط في هي هنا ده. انت حمار يا ابني. مش عايف تسوق. ولا انا اللي واقف في نص الطريقة. مش عارفين اللي غلطان في الموضوع ده يعني. طيب نسحب الفلوس الموجودة في الموقف خمسة تلتمائية ستاوة سبعين. وعندي فاتورة لازم اتفحها. اتناشر الف دولار. ده المين? ده الموظف ده ولا ايه? كتير قوي. طيب ناخد عربيتنا. ونتحرك بقى المخسلة. ايوة حفة معلم حف. بواستلي العربية كده? سواني كده? يا نهار ازرق. انا حاسس ان الرفرف اللي على يمين ده وره اتطبق? ولا هي العربية كده ولا ايه? انا حاسس نقول اتطبق. سواني بقى نروح للمخسلة. بس ملاحز ان العربية حالتها كويسة يعني. حصلهاش اي حاجة. ونجرب كده نحط العربية دي هنا نخسلها. معقول هينفع. مش اي حاجة بتحصل. تخيلوا المخسلة بتاعتي. مش عارف اخسل عربية فيها. طيب ازاقي. للاسف مش عارف اخسل العربية. طيب دلوقتي انا اخدها للمخسلة اللي جنب سوبر ماركت. هندفعها تلاتين دولار. تخيلوا ان اليوم الواحد هنا يا دوب بيكفي ان انا بيقى عربية واحدة بس. ولا اتوقع خدنا وقت كبير قوي على ما قررنا ان احنا نشتري عربية. لان ازا ما انتم شايفين اصلا الزبان بتضحك علي. نوقع في العربية بتاعتنا هنا. ونبتدي على طول نسعارها. ندخل بقى نشوف. هتجيب لنا كامل عربية دي. المفروض العربية دي تكلفت عشر تلاف وشرينا بسبعة وتعاتين الف. هنباحها بمية وخمسة الف ماشي. لا كده السعر عالي قوي. خمسة وتمانين الف برضو كده السعر عالي. طيب. تمانين الف. هو ده عدالها تمانين الف. انا بقى كازبانين فيها برضو. مبلغ كويس. تعالوا بقى نعرف ان انت واسقا فيه يعني العربية زي الفوله والله. الزبان بتوفق على طول على السعر اللي انا بقوله لهم. والله العظيم. وكده الحمد لله ختمنا يومنا بتلتمية واحد وخمسين الف دولار. ومع انا كمان مخسلة العربيات وطورناها كمان شوية. وطورنا موقف العربيات على الاخر. واتوقع ان انا هقف الحلقة النهاردة على كده. فيارب تكون عجبتكم الحلقة واستمتعتوا بيها. واشوفكم على خير في حلقة جديدة بازن الله. السلام عليكم.